على مدار سنوات لاحقت تركيا اتهامات بضلوعها في قضايا تمويل إرهاب وغسيل أموال ليس ذلك اتهام عابر لكن التقارير الجديدة لمؤسسات دولية مثل مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا بقافي أثبتت ذلك وبناء على أدلة وضعت تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وأعلنت المجموعة في تقريرها أنها أدرجت تركيا على لائحة رمادية تضم 39 عضوا منطقيا تصنيف أي دولة في هذه اللائحة يترتب عليه تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية ويسيء لصورتها اقتصاديا ومن غير المستبعد ينعاكس ذلك سلبا على اقتصاد تركيا بشكل إضافي كونها تشهد حاليا أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها عموما لا تواجه تركيا هذه التهمة فحسب بل تطالها أيضا اتهامات أخرى بتقديم الدعم الواضح للمرتزقة والإرهابيين والانتقام لداعش ساقت قوات سوريا ديمقراطية أدلة على محاولات تركيا ضخ الدماء للجماعات المسلحة للقضاء على مكاسب حققها التحالف الدولي ولا تشك قوات قصد في أن تكون تركيا وراء دعم الإرهاب والتمهيد للتقسيم وتقويد جهود الحل والتوافق السوري ولم تعد العلاقة المشبوهة بين أنقرة وداعش طي الكتمان ففي العامين الماضيين صدرت تحقيقات وتقارير قدمت مئات الشواهد على ذلك ولعل أبرزها ما حدث في بلدة البهوز آخر معاقل داعش حيث أتقلت قوات سوريا ديمقراطية إرهابيين يحملون جوازات سفر تركية ولا يتطلب البحث في العلاقة بينهما عناء كبيرا فبمجرب العودة إلى تقارير صحفية قديمة تتضح شراكتهما في تجارة النفط التي كانت تجري سرا عبر عمليات تهريب ترجمة نانسي قنقر